بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية المستغلة للبنين قسم الرياضيات يقدم أزيلة إثرائية على معايير الفصل الدراسي الأول الصف الثامن السؤال الأول اشترى هشام ساعة بقيمة 23.25 ريال ومحفظة بقيمة 12.5 ريال قدر ما انفقه هشام إلى أقرب ريال قدر ما انفقه هشام إلى أقرب ريال أولا نجمع 23.25 plus 12.5 ونحفظ هذه القانة بزيرو نجمع 57.53 35.75 نقدرها من أجل أنه قدر إلى أقرب ريال هتكون 36 36 36 ريال سؤال الثاني أوجد ناتج ما يلي وبرد إجابتك باستخدام أو باستعمال خصائص الأعداد 5 5 5 multiply 3 1 over 5 نجد إنه بخصائص الأعداد 5 multiply 3 plus 5 multiply 1 over 5 ونجد إنه نجد إنه divide 5 equal 1 5 divide 5 equal 1 نجد إنه 5 multiply 3 equal 15 plus 1 multiply 1 equal 1 equal 16 17 السؤال الثالث ملعب مستطيل الشكل طوله 5 1 over 4 وعرضه 1 1 over 7 أوجد مساحته نجد إنه مساحة المستطيل area بالساوي L multiply W الطول ضرب العرض إذلك نضرب الطول ضرب العرض نضرب 5 1 over 4 multiply 1 1 over 7 نرفع الكس 4 multiply 5 equal 20 20 plus 1 equal 20 1 over 4 multiply 7 multiply 1 equal 7 plus 1 equal 8 over 7 ونجد الإختصار 4 divide by 4 equal 1 8 divide by 4 equal 2 7 divided by 7 equal 1 21 divided by 7 equal 3 3 multiply 2 equal 6 إذن مساحة المستطيل 6 سؤال الرابع أوجد محيط مربع مساحته 36 meter square نجد إنه أولا نجيب طول الضلع للمربع بإيجاد الجذر التربيعي 36 equal 6 ثم نجد المحيط ومحيط المربع بالساوي 4 multiply 6 4 multiply الضلع الضلع اللي هو جبناه 6 equal 24 meter السؤال السؤال الخامس ننظر إلى الشكل التالي أوجد قيمة X نجد إنه هاده مثلثين متشابهين لذلك نوجد قيمة X بالتناسب كل الضلع ما يتناسب مع الضلع الآخر X divide 9 equal 3 divide 6 نضرب طريقة التبادل أو طريقة المقص X multiply 6 equal 6 X equal 9 multiply 3 نحن نعوزين قيمة X هنقول X equal 9 multiply 3 divide 6 equal 20 7 divide by 6 equal 4.5 سؤال السادس إذا كان مقياس رسم الخريط وهو 1 سنتيمتر to 30 متر إذا كانت المسافة الحقيقية بين مدينتين 210 متر فأوجد المسافة على النموذج أولا نوجد قانون مقياس الرسم الساوي الطول في النموذج على الطول الحقيقي قانون مقياس الرسم عندي 1 over third equal الطول في النموذج أو get المسافة على النموذج يعني النموذج ممكن نفرض عليه X divide by الطول الحقيقي 20 أو 210 بالضرب التبادل أو ضرب المرس بنجد إنه 30 X 30 X equal 1 multiply 210 equal 210 نقسم على 30 divide by 30 divide by 30 30 divide by 30 equal 1 1 0 0 0 0 0 20 divided by 3 equal 7 إذن الطول في النموذج إنه هو X equal 7 سنتيمتر السؤال السابع وزع مبلغ 1,700 ريال على ثلاثة أشخاص بنسبة 4 2 6 2 7 فما نصيب كلهم منهما كلهم منهم نجيب مجموعة الأجزاء بجمع النسب 4 plus 6 plus 7 equal 17 ثم نجيب X الواحد تقسيم المبلغ على مجموعة الأجزاء 1,700 ريال divide by 17 equal 100 ثم نجيب نصيب كل واحد منهما نصيب الأول ساوي 4 multiply 100 equal 400 نصيب ثاني equal 6 multiply 100 equal 600 نصيب ثالث equal 7 multiply 100 equal 700 100 100 سؤال الثامن ضع المغدار الجبري الآتي في أبسط صورة أولا ناخد y multiply y y multiply 5 ثم 4 multiply y ثم 4 multiply 5 y plus y 5 5 y plus 4 multiply y 4 y بلس فور مالتيبلاي فايف ايقوال تونتي. نجي نجمع الاجداء المتشابعة الاندي هون. واي سكوير بلس. فايف واي بلس فور واي ايقوال ناين واي بلس سؤال التاسع. اكتب المتتالي التي حدها الاول تو وعلاغة اي حد بالحد الذي يليه اضرف في ثري ثم اضيف ون. الحد الاول حد الاول ايقوال 2. الحد الثاني ايقوال 2 مالتيبلاي 3 بلس 1 ايقوال 7. الحد الثالث ايقوال 7 مالتيبلاي 3 بلس 1 ايقوال 22. الحد الرابع ايقوال 22 مالتيبلاي 3 بلس 1 ايقوال 63. اذن المتتالية 2 سوال العاشر. اكتب غاعدة الحد العام للمتتالية 5 8 11 14. اولا نوجد الغانون تي ان ايقوال اي ان بلس بي. نوجد اي اي هو الحد الثابت. الحد الثابت اي يساوي الحد الثاني ناقص الحد الاول. يبقى اي نوجد 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 بي. نجي نعود على المتتالية بالحد الاول. الحد الاول قيمته هو 5. يبقى حنقول 5 equal 3 مالتيبلاي 1. اين هي الحد الاول? plus b. 5 equal 3 plus b. هذه معادلة نجيب المظيرة الجمعي بالنسبة للعدد 3 بالنسبة للطرفين. هيكون عندي 5 minus 3 equal b. اذن b equal 2. اذا قيمة الحد العام او قانون الحد العام. equal. هيكون عندي 3 n plus 2. العام. السؤال الحادي عشر. طلب معلم الرياضيات من كل من عمر وباسل ايجاد الحد العام للمتتالية 20 18 14 8. فكانت اجابة كل منهما كالاتي. عمر كتب tn equal minus 4 n plus 26 وباسل كتب tn equal 4 n plus 16. بنجد انه ان احنا نجيب السابتة المتتالية. وسابتة المتتالية بساوي الحد الثاني ناقص الحد الاول. الحد الثاني ناقص الحد الاول. وسابتة المتتالية a بساوي 18 minus 22 equal minus 4. لذلك عمر كتب minus 4 n وباسل كتب 4 n. اذا عمر اجابته هو الصحيحة. والتبرير الاجابة بانه المتتالية متناقصة. متتالية متناقصة. السؤال الثاني عشر. انظر الى الرسم. من الخطة المستقيم الموضح اوجد ما يلي. المقطع y. نجد انه الخطة المستقيم قطع محور y عند النقطة 4. وقطع المقطع x. والخطة المستقيم قطع محور x عند النقطة minus 5. حد ما اذا كانت الدالة تزايدية ام تناقصية. نجد انه ان الدالة تزايدية. تزايدية. وذلك وانه قيم y بتزيد كل ما زادت قيم x. مين المستقيم بسايد تغير في قيم y على التغير في x. يبقى بسايد 4 على 5. السؤال الثالث عشر. اوجد ثلاثة اعداد فردية متتالية مجموعة 45. كون معادلة خطية ثم حلة لاجاد الاعداد الثلاثة. الثلاثة. اولا نكون المعادلة. هيكون عندي. نتحدى الاول. او العدد الاول x. بلس. العدد الثاني x بلس 2. العدد الثالث. x بلس 4. equal 45. نجد نجمع الحدود المتشابهة. x. x. 3x. 3x. plus 2. plus 4. equal 6. equal 45. 5. 3x. حلة المعادلة. 3x. plus 6. minus 6. equal 45. minus 6. 6. 6. 6. خلصت. يبدأ 3x. equal 39. 45. minus 6. equal 39. 9. نقسم هنا. او divide by 3. نقسم على 3. نقسم على 3. نقسم على 3. اذن. x equal 13. 10. العدد الاول. العدد الاول. الهو x 13. العدد الثاني. نضيف 2 equal 15. 17. هذه الثلاثة اعداد المتتالية. موسيقى موسيقى. اضافة. اعتقد في الى Clemson.